على كل حال خليها نبدأ وإحنا مبارح كانت اللقطة اللي واخده يعني أكبر ترند على السوشيال ميديا تحديدا وللقط استحسان كبير جدا عند ناس كتيرة فكرة صلاح وهو بيعمل الفوتو سيشن طبعا لزي الجديد للفريق أو طاقم جديد بتاع الموسم الجديد يعني ناس كتيرة كانت بتقولك الله إيه ده هو كان بيتصور ورفع عالم مصر ودي حاجة حلوة ومش عارفة إيه وناس تاني بتقولك مدال عادي يعني ما عادي الموضوع في كده بس بغض النظر عن الأراء المختلفة بس هي حاجة حلوة أن أنت نجم بيمثل مصر في محافل دولية نجم رفع اسم مصر في العالم كله مثال وقدوة لجميع من الشباب أو يعني فئة كبيرة من الشباب في العالم فحلوة أن أنت برضو عالم بلدك بيترفع خلي بالك ده بيندارك تحت يعني اللي دار السياحة ودار السماركتينج ده بيندارك تحت فكرة أن الترويج للسياحة بشكل لحد ما إن داركت أنا لما حتى بعمل إيفانت والناس بتيجي تصور كابت حتى على السوشيال ميديا يا كريم ما هو ده ماركتينج بس ماركتينج بطريقة إن داركت يعني فكرة أن آيكن يجي وحط مثلا ست الأهرامات أو غيره هو رواج لي على فكرة للسياحة هو كده رواج لي للسياحة أنا كان ممكن أصرف ملايين عشان أتم الترويج للسياحة عندي بس الصورة دي جابت ملايين الفولوورز والملايين اللايك فدي حاجة حلوة وزي ما بيتقيل كده برضو بيبقى فيه زي قوة نعمة ده يعتبر طبعا قوة نعمة تبقى أي دولة في حاجة لها فأنا لقطة عجبتني طبعا نبصي لقطة جميلة وبرضو متوقعة وده العادي بتاع محمد صلاح محمد صلاح يا حضرات هو نقدر نقول عليه أنه سفير مصر في العالم كله مش حتى سفير مصر مثلا في إنجلترا لا هو سفير مصر في العالم كله الحقيقة محمد صلاح مش مجرد لاعب كرة قدم عادي تقريدي الشكل الكلاسيكي المتعرف عليه احنا منتكلم على أيقونة رياضية مصرية بتعبر عن البلد دي وخدرة البلد دي على تقديم علماء وفنانين ورياضيين يقولوا للعالم كله أن مصر دولة كبيرة وكلام ده مش مجرد شعارات محمد صلاح بيأكد أن الكلام ده مش مجرد شعارات هو بيطبق الشعارات دي إنجاز التعبير على أرض الواقع وكل مرة بيطبقها فيها احنا بنسعد أكيد وبنفخل كلنا كمصريين برضو عايزين نعلق على ردود الأفعال تجاه محمد صلاح بسبب أنه ما دخلش حتى هذه اللحظة إلى قائمة الهدفين في الفريمير ليك محمد صلاح يا جماعة واخد حقق لقب هدف البطولة ثلاث مرات في خمس سنوات فعادي جدا أنه مستوية تراجع شوية لكن الحاجة الأكيدة واللي كلنا أكيد ما عندنا الشك فيها إن شاء الله وبسرعة شديدة هيرجع بمنتهى قوة عشان ده العادي برضو بتاع محمد صلاح إحنا دورنا إيه؟ دورنا ندعمه يعني كفاية أن أي مدرب منافس بيلعب قدام ليفربول عادة عادة بنلاقيه واضح جدا هذا الأمر بيكون أنه يعني موفر له اتنين أو تلت لعيبة بس عشان يرقبه محمد صلاح في الملعب فأكيد حاجة محترمة جدا أنه نكون عندنا لعب بالكيفية دي وسلوكياته كمان بالاحترام ده فطبعا أكيد بنتمنى له المزيد من النجاحات وكلنا أكيد وراء فخر العرب بس أنا بقولك على حاجة يعني أو تكلمنا في الموضوع ده أنا وأنت قبل كده قصة أن نادي كبير أو رمز كبير أو كيان كبير واخد أنه هو دايما يبقى بيحقق انتصارات وإلى آخير الناس فكرة أنه ده ما ما يسمحلوش أنه هو يجي في فترة يعني يتعثر على فكرة في الأول في الآخر هي قانون الطبيعة كده ما ينفعش حد يبقى على طول ناجح ما ينفعش حد يبقى على طول ما ينفعش حد يبقى على طول يعني مرتاح بغض النظر بقى عن الموضوع فما فيش حاجة اسمها كده ده هي دي الحياة ولازم على فكرة ده يحصل علشان يبقى فيه زي عادة طاقة مرة تانية وعادة انطلاقة مرة تانية ده ده طبيعي وبصوا حضراتكم إيسو ده على كل حاجة في الدنيا حتى في الرياضة شوفوا النوادي اللي كانت بتحقق بطولات ودوريات وكؤوس لازم يحصل لها دراب إيسو على ده النادي الأهلي لازم هيجي فترة يحصل لنا دراب بس النقطة هنا إزاي بترجع تاني أو الكمباك بتاعك من شخص لشخص بقى هاي دي اللي بتفرق أنا برجع أقف على رجلي بعد قد إيه أنا ما بكسرش أنا ممكن أتعثر لكن ما بكسرش هي دي اللي بتفرق بني آدم عن بني آدم فمحمد صلاح من الناس طبعا فيه انتقاد على فكرة فعلا لأداءه وخصوصا مع المباراة الأخيرة بالأمس مع أفرتن ونازل تقولك هو هيستمر بقى كده ولا لأ النقد الموجود اللي ممكن يبقى بيزد على حاجات كتيرة ممكن منها يعني غيرة ممكن فعلى كل حال طبيعي جدا ده يحصل وطبيعي جدا ان هو هيرجع يقف على رجليه وحصلت قبل كده وحتحصل تاني فيعني القصة مش حاجة يعني هو مفروض يقعد يكسب لنا على طول وياخد كل البطولات على طول ويفوز بالمراكز يقوله على طول يعني ده يبقى خارق بقى ما يبقاش إنسان يعني على كل حال تعال بقى نروح بص يعني إن جتي الحق هو خارق بالفعل يعني مش بس حيزبت ده هو عامل ده بالفعل بس إنسان قدي قاندي يعني إنسان خارق بص اللي انت بتقولي ينتبق على أفراد يعني لو نتكلم على عالم الرياضة ودنيا الرياضة ينتبق على أفراد وينطبق على فرق وينطبق على منتخبات ولو هنروح بعيد مش هنروح بعيد لسه نتكلم الفترة الأخيرة على برشلونة واللي حصل فيها ومعلى فرق تانية اللي عادي إن كل فرق منه نجوم كبيرة جدا إيه المشكلة يعني